سؤالي الأول لحضرتك هل المفاوضات بينك وبين الاتحاد المصري لكرة اليد كانت مفاوضات سهلة أم كانت مفاوضات صعبة وعسيرة لتدريب منتخبنا الوطني لكرة اليد حسنا في الواقع لا أظن أن المفاوضات مع الاتحاد كانت صعبة أنا كنت أبحث عن مشروع بأهدف واضحة وكذلك الاتحاد كان يبحث عن مدرب مناسب لمشروعه وأهدفه في الفترة القادمة فبالتالي لم تكن مفاوضات صعبة بالتأكيد فيه أهداف مشتركة اتفعت عليها مع الاتحاد المصري لكرة اليد أن منتخب مصر إن شاء الله يصل إليها إيه هي أبرز الأهداف دي أهدافك مع منتخب مصر الفترة اللي جاي في البداية يجب الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك طبعاً عن طريق الفوز ببطولة أفريقيا في الحقيقة لدينا أهداف كبيرة وربما نتحدث عن ميداليا ولكن يجب المضي خطوة بخطوة نتأهل إلى المنديال نجد فرصة للتأهل للدور الأربعة نقدم أداء تنافسي مع الفرق الأخرى هل الفترة الماضية كنت تشاهد منتخب مصر جيداً؟ رأيك في منتخب مصر قبل توليك المهمة؟ طبعاً قبل المجيء إلى هنا شاهدت كثيراً المنتخب المصري في كثير من البطولات الأولمبيات، البطولة العالم وكذلك بطولة أفريقيا وحصول المنتخب الوطني على المركز السابع في آخر بطولة عالم المشكلة أنه في بطولة العالم هناك ثلاث أو أربع فرق تبدو كأنها فوق المستوى لباقي الفرق الدنمارك وأسبانيا وفرنسا وأيضاً فرق مثل النرويج والسويد الأمر كذلك يجب أن تتغلب على فرقة أو اتنين من هذه الفرق الكبيرة لتواصل دورك في البطول منتخب مصر السابع العالم، رابع الأولمبيات، بطل كرة أفريقيا نحن هنا كجماهير مصرية نعشق منتخب مصر الكرة اليد ونتمنى رؤيته على منصات التتويج العالمية هل نستطيع أن نفعل ذلك في فترة قريبة أو في فترة قصيرة الأمد ولا لسه محتاجين بعض الوقت؟ أعتقد أننا لدينا جيل جيد من اللاعبين يمكنه إحراز نتائج كبيرة وعلى رغم حتى من المصابين سنبدأ في أفريقيا، في بطولة أفريقيا الأهم بالنسبة لهؤلاء اللاعبين هو تحقيق لقب أفريقيا والوصول لأولمبياد باريس وبالتالي سوف يكون لدينا وقت جيد للتجهيز والإعداد للأولمبياد والعمل على الأهداف الأساسية في الأولمبياد أعتقد أنه من الأهمية بما كان التصديق الإيمان أننا نستطيع فوز على أي فريق نلقي وكذلك التعايش مع الضغط الذي تضعك تحته هذه المتطلبات منتخب مصر خلاص خلال أيام هيبقى عنده مشاركة في كأس الأمم الأفريقية هو حامل لقب هذه البطولة صعوبة البطولة تكمن في أنه البطل فقط هو من يصعد له أولمبياد باريس ساعدتنا لأي هذه البطولة ثم حطنا بالتأكيد هي الفوز بالبطولة هل إحنا جاهزين للفوز بهذه البطولة؟ بالطبع ومع كامل احترامي للجميع هذا هو هدفنا الأساسي في الوقت الحالي الفوز ببطولة أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس وفي الوقت الحالي كل ما نركز عليه هو إعداد الفريق للفوز بهذه الخطوة الأولى سنذهب إلى الدنمارك غدا للتدريب وملاقات فرق عالمية يجب أن نمضي في الطريق خطوة بخطوة في البداية نفوز بدور المجموعات ثم بعد ذلك المنافسات المباشرة وبعد ذلك الأدوار النهائية يجب المضي خطوة بخطوة ويوم بيوم ربما تجد أحد عنصر خارجي يؤثر مثل مثلا الضغط الذي تضعك تحته الجماهير يجب التركيز على فكرة أن الجميع يركز فقط على أداءه في المباراة وأعتقد أنها مسئوليتي حجب هذا الضغط عن اللاعبين توفير جو هادئ ومريح لهم الاستمتاع باللعب وإحراز نتائج جيدة بتفادي الضغط وأنا أعتقد أن إدارة الضغط من مسئوليتي ترجمة نانسي قنقر